هي فين بقى من كل ده؟ بالظبط محدش بيدور عليها ده بقى اللي أنا يعني بتناوله في الرواية إنها ساعات بتوعى تقول أنا تعيبت أنا محتاجة أنا محتاجة اللي طبطب علي أنا عملها أسند واسند واسند طب أنا مين اللي بيسنيني فعشان كده ساعات ودي مش أنانية لو هي أنا دايما بقول الأطفال محتاجين أم سعيدة مش أم مثالية صح فهي كمان محتاجة إنها أنا خليت زينة بطلة الرواية تدورت تشوف أنا هشوف إيه اللي يسعدني وعمله أنا محتاجة إيه ده أنا بتحب ده أنا في حد بيحبني بعيوبي متقبلني زي ما بيحاولش يغييرني ده مالك ده مالك الحقيقة إنه خلينا ندخل على أبطال الرواية والتفاصيل اللي عندك في روايتك ونبدأ نتكلم عن الأبطال لإن كمان أنت كنت مهتمة مش بس أنك بتسريدي رواية من خلال مشاعرهم وأحسسهم واللي مروا بيهم أنت كمان كنت حابة أنك توصلي رسالة من خلال كل شخصية عندك في الرواية أو من خلال كل بطل من أبطال الرواية نتكلم عن زينا وإنتي ذكرت زينا دلوقتي زينا هي البطلة كلمين عن حكاية زينا كلمين عن اللي مرد بيه زينا الرسالة اللي حبيتي توصليها للقارئ من خلال زينا يمكن زينا وجهت برضو صعوبات إنها كانت بالنسبة لها الزوج هو السند ويعني معتمدة عليه وحس معاه بالأمان فجأة لقيت إن الأمان ده مش موجود ومش بس كده مش موجود ليه؟ مش موجود لإن هو قرر ينسحب من حياتها آه آه مشي آه مشي من حياتها خانها آه خانها وبعد زينا تعرضت للخيانة وكمان لقيت نفسها لوحدها ده هز سكاتها بنفسها أكيد وبعدين حاول كمان إنه بعد كده يعني اللي هو بيحملها هي مسئولية طبعاً فزي زي إيه أكيد أمالي يعني هيقول أنا اللي غلطان وانا اللي خاين لا أكيد طبعاً لازم تكون إيه المقصرة فقعدت فترة عندها حالة عدم توازن آه لغاية ما شوية بشوية ابتدت لأ ده أنا لازم أنا هنجح في شغلي أنا هشوف إيه اللي يسعدني وهعمله كان قدامها الأصدقاء صديقات زينا كانوا برضو مهمين في حياتها عملوا دور مهم ولعبوا دور مهم معاها في حياتها البني آدم بيبقى محتاج لصحابه عشان يعني يفطفض معاهم أنا دايماً بقول إنه الصديقة أو الصديقة دول هما الثيرابيست اللي بدون أجر ده حقيق ومن غير فلوس فعلاً يعني أنا بدل ما بحجز جلسة أو ساشن عند حد من السيكولوجيست أو الثيرابيست اللي ممكن نكون بنحتاجهم أحاناً في طريقنا وإحنا ماشيين في حياتنا ده حقيق قعدتي مع واحدة صاحبتي بتفرق كتير بتحبيني وبنفطفط لبعض صح بناكل حاجة بنشرب حاجة دي بتعوض دي يعني ممكن نزولة واحدة خروجة واحدة ترجعي كأنك بتشحني طاقتك من جديد صح ترجمة نانسي قنقر